مأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني أن الأدن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في العديد من القطاعات والمشاريع مشيرا إلى الإجراءات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة وتبسيط الإجراءات المتعلقة في الاستثمارات جاء ذلك خلال استقباله الشيخ في صالح الثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار لآسيا وإفريقيا الذي يزور المملكة على رأس وفد قطري لبحث فرص ومجلات الاستثمار في العديد من القطاعات من جهته أكد رئيس جهاز قطر للاستثمار أن زيارته والوفد المرافق للأردن تستهدف البحث عن إقامة استثمارات جديدة في العديد من الشركات الكبرى ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إضافة إلى التوسع في استثمارات قائمة في المملكة